عشرات من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي يحتجون عند ملتقى طرق مدريد بالعاصمة نواكشو تنديدا بما وصفوه الارتفاع المذهل لأسعار المحروقات وحمل الناشطون الافتات كتب على بعضها لا للتربح من الشعب نعم لخفض أسعار البنزيل كما رددوا عبارات تطالب بوقف ما وصفوه نهب البلد إضافة إلى عبارة ماني شاري جزوال التي كانت الوسمة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي دعا من خلالها الناشطون إلى الاحتجاج ما نشاري جزوال الهدف منها هو أن نوصل صوت على المواطنين مضرين من زيادة الأسعار اللي نقصت في العالم كامل يكون نحن ما نقصت فينا نختار ونوصل رسالة عنا رافضين عن الشعب يعود هو مطيت ذا الجنرال اللي يقبل بها الأموال اللي يحصل بها الأموال نختار ونقوله عنه المانا منظمين جامعنا في فيسبوك طلقنا الشعار هاشتاق وخذنا كامل من أجله ما متبنينا حد مجموعة من الشباب هدفه هو عنده المواطنين ينقص عنهم الأسعار أنهم ماتوا وعندهم له شيء نهائيا وما صلين في نظاننا يسوأ الخبار المحروقات ويسوأ الأسعار ويسوأ الفساد المنتشر الموريتاني في السنوات الخيرة ومستمر فيها من حكم العسكر المشاركون قالوا أن هذا الاحتجاج يعتبر صرخة لشباب الموريتاني بجميع مكوناته رفضا لما سموه الارتفاع المذهل لأسعار المحروقات التي تم رفع سعرها أكثر من 30 مرة خلال السنوات الست الماضية على حد تعبيرهم هذه التلاهرة يوم تأتي عقب حملة ينقال هماني شاري قزوال مشاركين في جميع الشباب الموريتاني والمدونين مناشطين على بواقع التواصل الاجتماعي هذه الحملة تعكس استياء شعبي ورفض حقيقي من ذلك ينقال الارتفاع المذهل لأسعار المحروقات قزوال معروف عنه دوليا يتناقص وموريتان واحدنا عنده هنا تياها ينزاد بشكل رهيب في ست سنوات الماضية نزاد سعر قزوال نزاد 35 مرة وهنا تياها موريتان بينما جميع الدول جميع العالم دول محيطة دول محيطنا الإقليمي والدولي قزوال ينقص فيه سعره هذا اليوم صرخة من الشباب الموريتاني يكاملوا بجميع طياب وجميع مكوناته رافضين لهذا الارتفاع المذهل لأسعار المحروقات ويشهد النفط أدنى معدل في انخفاض سعره حول العالم منذ 13 عاما حيث وصل سعره مستوى بات يؤرق اقتصاديات بعض الدول النفطية بينما يساهم في نمو اقتصاد الدول غير النفطية بحسب خبراء فهل سيدفع هذا الانخفاض في أسعار النفط واحتجاج المدولين الحكومة الموريتانية إلى خفض أسعاره أم أن الباب سيبقى مفتوحا أمام مزيد من الاحتجاجات على ارتفاع سعره الذي يمس الأوضاع البعيشية للمواطن بشكل مباشر قبل أن ترتفع أسعار المحروقات حول العالم من جديد وهو ما لا يرجح على الأقل في الوقت الحالي